سجن خمس سنوات العراقية اختصب السودانية في فيينا وهددها بيئة الفضيحة حكمت المحكمة على هذا الرجل بخمس سنوات لأنه بعد كده قام بتهديدها بإرسال صور فضيحة لعائلتها وأدى ذلك إلى تقديم الضحية بلاغا بعد توجهها إلى مستشفى هذا الحكم لقى ترحيبا من عائلة الضحية التي شعرت بأنه سعد في استعادة قرامة العائلة في رأيك هل تعكس العقوبة المفروضة على الجاني جدية السلطات في التعامل مع الجرائم الجنسية أم أن هناك حاجة إلى تجديد العقوبات يعني فعلا بهيك خبر بوثينا فعلت ما ليعرفان أفضل ما ليعرفان منين ديبلش وأيضا يعني بتحدث الخبر عن فتاة مسلمة هذه الاعتداءات لا تحقق شوفي بوثينا نحن حتى نكون منصفين هذا الخبر أو هذه الحادث أو هذه القصة ما فينا نأخذها نحن من جهة واحدة في طرفين مخطئين في طرف فاسد وفي طرف سمح للفساد أو سمح للغلط أنه يوقع وهو السيدة السودانية وهذا الشخص سمح لنفسه أنه يستغل هاي السيدة على ما يبدو في صداقة ما في علاقة ما في تطور يفترض يفترض بداية من هاي السيدة مهما حصل تكون علاقة شرعية علاقة زواج واضحة مدام في قصة بينكم أما تسمحي تسمحي لنفسك باللي وصلت لإله تسمحي لنفسك بالشي اللي صار حتى أنه صار يبتزك بصور صار يبتزك يعني هو هو على ما يبدو يعني مع الأسف معرسوا هن مع بعضهم الجنس فوصلت القضية أنه هو صار يبتزك إذا ما بتكرر العملية مرة واثنين وثلاثة وكذا فأخيرا هي شو راحت واشتكت عليه وقودين وحكم عليه بخمس سنوات بالسجن وحتى لو الحكم كان غير نهائي ولكن فعليا هي خسرت خسرت حياتها خسرت كتير أمور نتيجة هذه الجريمة التي حصلت فيها واللي أنا برأيي هي شاركت بصناعة هاي الجريمة بشكل أو بآخر ولكن هذا ليس مبرر ليس مبرر طبعا هذا ليس مبرر حسينة ليس مبرر لكل الطرفين مبرر لشو أنه هي ملامة أصدقك مبرر أنه هذه الاعتداءات بفتحها هذا مجرم هذا قضوا واحدا العراقي مجرم ما قام به العراق هو مجرم وأخذ نتيجة إجرامه خمس سنوات أعتقد حكم كافي على أنه فعلا يربيه ويأدبه بس بأصد هي يا بوثينة هي كمان أسيئلة حتى لو هي موجودة يعني هي موجودة وحرة ولكن هي أسيئلة سمعتها أسيئلة يعني نتمنى أنه يكون في توازن بالعلاقات خاصة اللي بتكون بصراحة يعني بعيدة عن رقابة مجتمع رقابة أهل رقابة يعني أشخاص فعلا إلن 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 دور حقيقي بأنه يكون في إلن يعني تأثير على الأطراف يعني شيء مؤسف أنه نشوف هاي قضايا عما تسير بهاي الطريقة يورب